للمزيد ينضم إلينا من برلين كالمعتاد عربي مرزوق مراسلنا عربي أي وجه من أوجه الاعتراض يسيطر على الموظفين إلى هذا الحد وصولا إلى تنفيذ الإضراب الذي تتعطل معه رحلات الطيران في أكبر مطارات ألمانيا بالتأكيد أحمد ارتفاع الأسعار وتضخم في ألمانيا هو السبب الرئيسي منذ عدة أسابيع أو عدة ربما الأشهر القليلة الماضية كانت هناك موجة من الإضرابات في ألمانيا بشكل كامل في كل القطاعات العملية الآن عمال الأعمال الأرضية في مطارات ألمانيا أكبر خمسة مطارات نتحدث عن ميونيخ نتحدث عن ألمانيا وأيضا عن هامبورج وادوسلدورف دخلوا في إضراب لمدة 27 ساعة منذ الأمس وانتهى في الساعة السابعة من صباح اليوم وطلبات بشكل محدد حسب تحاد نقابات العمال فيردي يجب أن تزيد مرتبات موظفي شركة لفتانزة في هذه المطارات بنسبة 12.5% بحد أدنى 500 يورو شهريا زائد على المرتب وأن يكون هناك لمرة واحدة 3000 يورو بدل تضخم لهؤلاء الموظفين نحن نتحدث تقريبا عن 7000 موظف في ألمانيا وتم إلغاء منذ الأمس وحتى السابعة من صباح اليوم أكثر من 1000 رحلة تأثرت بها يعني تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق من أسيا وأيضا مناطق دول في أفريقيا من هذه الرحلات التي تم إلغائها ولكن صباح اليوم أعلنت شركة لفتانزة وأخبرت تحديات نقابات العمال فيردي بأنها توافق لمدة ثلاثة سنوات فقط أن تزيد المرتب بنسبة 13% وأن تعطي 3000 يورو لكل موظف كبدل لتضخم ولكن زيادة المرتب ستكون ثلاثة سنوات فقط وهنا رفضت فيردي وقرروا أن يعودوا للعمل منذ السابعة من صباح اليوم وستكون هناك جولة أخرى من المفاوضات بين لفتانزة وفردي يوم الإسدير البقبل لإيجاد حل أن نقابة العمال فيردي ترفض هذا الأمر تماما زيادة المرتبات يجب أن تستمر حتى النهاية وليس ثلاثة سنوات فقط حسن ما تقول لفتانزة عربي مرزوق مرسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة الألمانية برلين أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا على الهواء مباشرة